وزارة الصحة برضو أعلنت مبارح خروج 789 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفاقهم عشان يرتفع إجمال المتعافيين من الفيروس لـ 75,415 حالة وضعت الوزارة أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة بالإيجابية طبعاً ضمن إجراءات الرصد والتقصي اللي بتقوم بيها الوزارة ده بالإضافة لتسجيل 18 حالة وفاة وبكده يبقى إجمال الوفيات من بداية الأزمة 5,479 حالة وفاة وإجمال العدد اللي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا لحد مبارح 99,425 حالة من ضمنهم 75,415 حالة اللي تم شفاقها وخرجت من مستشفيات العزل من ضمن الحاجات كمان اللي معاً الوزيرة أكدتها مبارح أو وضحتها لنا أن الأسبوع اللي فات عدد الإصابات أسبوع كله عدد الإصابات في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع وصلت 1137 حالة الأسبوع اللي قبله كنا 844 حالة طبعاً في زيادة ولكنها حتى الآن زيادة طفيفة وده بيعتمد على التزام الناس بالإجراءات لأننا أكيد بنلاحظ أن الناس بقت موجودة في العربيات موجودة في الشارع ما بقتش زي الأول في المولات حتى وفي الأماكن العامة ما بقتش ملتزمة بالكمامات ملاقي واحد لابس الماسك في إيده يعني استعداداً لأنه ممكن يلبسه واحد حطه مثلاً قدامه على التابلوف العربية لكن قليل قوي لما بنلاقي ناس ملتزمة حتى الآن بلبس الماسك وبالمعقمات لكن مطلوب مننا أننا هيكون فيه مزيد من الالتزام خلال الفترة القادمة عشان نعدي المرحلة دي على الخير